مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في سلسلات دروس أتعلم من بيتي اليوم سنتعرف على درس في الرياضيات بعنوان محيط الأشكال الهندسية المستوى الرابع ابتدائي من أهداف أنشطة التعلم أن يتمكن التلميذ من حساب قياس محيط كل من المربع والمستطيل والمثلث ويتعرف على قواعد حساب قياس محيط هذه المضلعات الرباعية ومضلعات مركبة يحل وضعية مسألة مرتبطة بحساب محيط المضلعات الرباعية نبدأ على بركة الله لدينا أكتشف يريد ثلاثة فلاحين إحاطة حقولهم ثلاثة بسلك حديدي كما تلاحظون الحقل واحد هو عبارة عن مستطيل طوله 80 متر وعرضه 40 متر الحقل اثنان هو عبارة عن مربع طول ضلعه 50 متر والحقل ثلاثة هو عبارة عن متلت متساوي الساقين طول قاعدته 80 متر وطول ضلعه 50 متر ألاحظوا ثم أحسبوا طول السلك الحديدي اللازم لكل من الحقول سنبدأ بالحقل واحد وقلنا عبارة عن مستطيل إذن المحيط بي يساوي 80 زائد 40 زائد 80 زائد 40 وتساوي 240 متر أي الطول زائد العرض زائد طول زائد العرض أو سنختصر هذه الكتابة في بي تساوي 80 زائد 40 في 2 أي الطول زائد العرض في 2 وتساوي 240 متر من هنا نستنتج أن قاعدة قياس محيط المستطيل هي بي تساوي L كبيرة زائد L صغيرة في 2 بي هو المحيط L كبيرة هو الطول L صغيرة هو العرض نمر للحقل 2 الحقل 2 عبارة عن مربع طول طلعه 50 متر إذن بي تساوي 50 زائد 50 زائد 50 زائد 50 زائد 50 أربع مرات تساوي 200 متر أو 50 في أربع ونستنتج أن بي يساوي السي في أربع وبي هو المحيط السي هو قياس الضلع للحقل 3 الحقل 3 قلنا هو عبارة عن متلة متساوي الساقين قياس قاعدته 80 متر إذن المحيط بي يساوي 80 زائد 50 زائد 50 يساوي 180 متر مطلوب منا في باء أن نحول هذه القياسات إلى ديكا متر أو سنعبر عنها بالديكا متر إذن 240 متر تساوي 24 ديكا متر باعتماد جدول التحويلات 200 متر تساوي 20 ديكا متر 180 متر تساوي 18 ديكا متر نمر الآن إلى أتمرن أقارن محيط المستطيل A والمربع B دون قياس أضلاعهما لدينا قاعدة في الجانب العيما لحساب محيط شكل تكون جميع القياسات بالوحدة نفسها إذن هنا سنستخدم البركال لمقارنة محيطي المستطيل A والمربع B كما تلاحظون لدينا مستقيم A في الأسفل بالأخضر وB بالأحمر سننقل هذه القياسات وسنحصل على مستقيمين إذن يظهر لنا أن B أطول من A سنستعمل المسترى المدرجة لقياس أضلاع المستطيل A وأضلاع المربع B ثم نكمل إذن محيط المستطيل A يساوي 10 سنتيمتر والمستطيل المربع B 8 سنتيمتر إذن علينا أعزائي التلاميذ أن نتذكر أننا نحصل على محيط مضلع بجمع قياس قياسات أضلاع كما تلاحظون بالنسبة لهذا المضلع الذي لدينا أحصل على محيط المربع بضرب قياس ضلعه في أربعة أحصل على محيط المستطيل بضرب مجموع طوله وعرضه في اثنان أي طول زائد العرض مضروب في اثنان أحصل على محيط المتلت متساوي الأضلاع بضرب قياس ضلعه في ثلاثة إذا كان متساوي الأضلاع أقوم وأدعم تعلماتي أكمل الشكلان واحد واثنان لهم قياس المحيط نفسه هل صحيح أم خطأ نعم أم لا كما تلاحظون لدينا وحدات القياس هي طول ضلع تربعة واحدة إذا قمنا بحساب المحيط للشكل واحد نجد ستة عشر واحدة وللشكل اثنان كذلك نجد ستة عشر واحدة ومنه نستنتج أن لهم قياس المحيط نفسه سنضع علامة في نعم نمر إلى تمرين أربعة يمثل الشكل تصميما لحقل ما محيط الحقل إذن لدينا في هذا الحقل قياسات بوحدات مختلفة لدينا بالمتر وبالدكا متر كنا قد تطرقنا سابقا لأن لحساب محيط شكل تكون جميع القياسات بالوحدة نفسها لا يمكن أن أقوم بحساب قياس محيط شكل بقياسات بوحدات مختلفة إذن سأحول تسعة ديكامتر إلى المتر وتعطيني تسعون متر اثنى عشر ديكامتر إلى المتر وتعطيني مئة وعشرون متر سأجمع هذه القياسات وسأحصل على أربعمائة متر وسأحيطها ب خط التمرين خمسة أحسب محيط كل شكل بالوحدة V قلنا أن الوحدة V وطول ضلع تربيعة إذن سنحسب بالنسبة للشكل A ستة عشر وحدة V و B عشرون وحدة V و C عشرون وحدة V إذن B و C لهم نفس المحيط نمر إلى التمرين ستة أكمل ملع الجدول لدينا المستطيل A و B و C سنبدأ بالمستطيل A الطول خمسة متر والعرض ثلاثة متر إذن المحيط هو خمسة زائد ثلاثة في اثنان تساوي ستة عشر بالنسبة لب 10 كيلومتر في الطول و 6 كيلومتر في العرض إذن 10 زائد 6 16 في 2 32 كيلو متر بالنسبة للمستطيل C لدينا 15 هيكتو متر و 8 هيكتو متر إذن سنحسب 15 زائد 8 تساوي 23 في 2 46 هيكتو متر لدينا هنا كلها بالوحدات نفسها الطول والعرض والمحيط بالوحدة نفسها التمرين سبعة أكمل ملع الجدولين المربع A B وال C لدينا المربع A طول الدلع 10 متر إذن المحيط 40 متر المربع B طول الدلع 16 هيكتو متر إذن المحيط 16 في 4 تساوي 64 متر بالنسبة للسي لدينا الدلع 16 ديكا متر والمحيط سنحسبه بالمتر إذن سنضرب 16 في 4 و نحصل على 64 ديكا متر سنحولها إلى المتر تساوي 640 أو سنحول 16 ديكا متر إلى المتر ونضرب في 4 وسنحصل على نفس النتيجة نمر إلى المثلث متساوي الأضلع بالنسبة للمثلث A الضلع هو 8 هيكتو متر المحيط هو 8 في 3 تساوي 24 هيكتو متر المثلث B لدينا المحيط 15 متر إذن سنقسم على 3 ونحصل على 5 متر هو قياس الضلع بالنسبة للمثلث C لدينا الضلع 100 متر والمحيط بالدكا متر إذن سنضرب 100 في 3 تساوي 300 متر ونحول إلى الدكا متر وتساوي 30 أو سنحول 100 متر إلى الدكا متر ونضرب في 3 تنحصل على 10 في 3 وهي 30 نمر إلى التمرين رقم 8 أقيص أضلع الشكل وأحسب محيط المحيط هو لدينا 2 8 مرات إذن هي 16 سنتي متر أحسب محيط الشكل بطريقة أخرى سنحسب 2 في 8 تساوي 16 متر إذن سنحسب 2 ونضرب ها في 8 أو سنقيص بالبركال ونرسم حتى نرسم مستقيم بعد ذلك نستعمل المستر وسنحصل على 16 سنتي متر كما رأينا في تمرين سابق الحصة الخامسة دعم الدرز 9 أرسم بدفتري 3 مربعات محيط كل منها 12 سنتي متر و16 سنتي متر و20 سنتي متر كما تعرفون فإن 20 سنتي متر سنقسم على 4 أضلع لأن مربعات وسنحصل على طول الضلع هو 5 سنتي متر كذلك 16 على 4 تعطينا 4 سنتي متر والمربع الذي سنرسمه طول الضلع 4 سنتي متر و12 سنتي متر على 4 تسوي 3 سنتي متر إذن المربع طول الضلع 3 سنتي متر وعلينا أن نرسم هذه المربعات لم أرسم ها هنا إذن تعرفون طريقة رسم المربع سنرسم ضلع ونستعمل المزوات لرسم الزاوية القائمة وضلع آخر بنفس قياس الضلع الأول وحتى نرسم أربعات أضلع بالنسبة للتمرين عشرة أرسم بضفتري ثلاث مستطيلات مختلفة محيط كل منها 24 سنتيم إذن سنبحث عن الأعداد التي ستحقق لنا هذا القياس إذن مثلا سنرسم خمسة في العرض وسبعة في الطول خمسة زائد سبعة تساوي 12 في 2 تساوي 24 أو عشرة زائد 2 هي 12 في 2 تساوي كذلك 24 إذن هذه أمتلة أو 8 زائد 4 12 في 2 24 إذن سنرسم مستطيلات لكن يجب أن يكون الطول زائد العرض يساوي 12 حتى نتمكن من ضربها في 2 ونحصل على 24 إلى هنا نكون قد أنهينا درس محيط الأشكال الهندسية للمزيد من الدرس يمكنكم الاشتراك في القناة أتعلم من بيتي السلام عليكم